وفي ضفة مقابلة لنوعية التحديات تشير تقارير محلية ودولية إلى اعتماد الحكومة العراقية خيارا جديدا لترسيخ الاستقرار يتمثل في وضع روزنامة جديدة لاستعادة مواطنيها الذين يمثلون نصف سكان مخيم الهول السوري البالغ نحو خمسين ألفا وتراهن الحكومة العراقية حسب متابعين على هذه الخطوة ليتفيك المخيم بشكل كامل بالتنسيق مع سوريا والدول التي تمتلك رعاية في المخيم وبما يجنب الجميع مخاطر إعادة تنشيط الفكر الإرهابي وتجنيد الأطفال تحت ما يسمى أشبال الخلافة يقابلها نسبة ولادات متزايدة داخل الهول وتستند المخاوف العراقية من المخيم إلى معطيات عدة من بينها تشجيله حالات اغتيال متكررة ومحاولات فرار أسر داعش في اتجاه الحدود العراقية ما رجح خيار إعادة العراقين وأسرهم بوجبات منتظمة إلى مخيمات داخل العراق ترجمة نانسي قنقر